اشتركوا في القناة الله الرحمن الرحيم المشاهد الرياضي الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطلات وأمان النظرات وأمالا غير عطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين حلقة جديدة عن الهلال في برنامجكم دافورينا هذه المرة سنغوص فيها في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر أعفوا الخطاب الذي أرسله إلى نادي الهلال السوداني والذي يتمسك فيه الكاف بقراره بتاريخ 24 يناير عشرين عشرين تلاتة وعشرين والذي أكد فيه عدم سماعه لجماهير الهلال بحضور المباريات وليس مباراة الأهلي فقط كان لدي هذا المستند من قبل مباراة الأهلي ولكن أمران دفعاني لعدم الخوض فيه بتفاصيل الأمر الأول حساسية مباراة الأهلي وما كان متوقعا من أحداث قد تصاحبها ثانيا أنني حاولت أن أحصل على النسخة الأصلية أو صورة من النسخة الأصلية بشكل مباشر لكني لم أستطع فشلت في ذلك لذلك فأنا أقول إنه إذا كان هذا النص الذي معي صحيح مئة بالمئة فالأمر جد خطير طيب إحنا ندرك جميعا بأنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر أن يراعي مسألة نوعية الملاعب التي تلعب فيها مباريات أو مباريات المنافسات التي ينظمها وإنه قسم الأندي أقسم هذه الملاعب إلى مستويات وكل مستوى عنده مساحة معينة يعني مثلاً في مستوى الرابع أو التالت ممكن جداً جداً أو المستوى هو الحقيقة يعني أدنى المستويات ممكن يخليك مثلاً إنك أنت تقيم على هذا الملعب مباريات مثلاً التمهيدي الأول والتمهيدي التاني والبلعب كونفيدرالية ربما التمهيدي التالت اللي هو التمهيدي بتاع الـ 32 مقرر لو مشيت المجموعات أو يعني صعدت إلى المجموعات فبيرتفع هذا السقف بتاع المطلوبات وبالتالي بتكون في مطلوبات جديدة لا بد أن تستوفيها إذا استوفيت هذه المطلوبات بيقوم الكاف يديك الفرصة لللعب في المجموعات بتمشي أكثر من دورة الثمانية فما فوق إلى أن تستقبل مباريات كبيرة نهائية وكذا فإنك محتاج أن تكون في مستوى أرفع شوية نادي الهلال يستوفي شروط التمهيدي الأول والتمهيدي التاني وطالب الاتحاد الأفريقي بمطلوبات جديدة وأدها تواريخ أنا تحدثت عن هذه التواريخ قبل كذا في 1 يوليو 2022 أرسل الاتحاد الأفريقي لكافة الاتحادات المشاركة في منافساته خطابا مرفقا معه كتيب فيه هذه المواصفات وهذه التقسيمات للملاعب على أن يحدد الفريق الذي سيشترك في هذه المنافسات بحد أقصى في 26 ديسمبر 2022 ملعبين ملعب رئيس وملعب رديف أو ملعب احتياط في حالة أنه حصلت أي حاجة يمكن أن ينتقل لهذا الملعب مفروض أن تكون هناك زيارات حتى يوم 6 أبريل في يوم 6 يناير 2023 23 في يوم 6 يناير 2023 سيتم قفل باب الملاحظات بمعنى أنه بيكون الاتحاد الأفريقي أرسل مندوبه إليك والمندوب ده رفع التقرير بتاعه على ضوء هذا التقرير في 16 واحد وما بعده يمكن أن يرسل الاتحاد الأفريقي الموافقة على ناديك على ملعبك إذا كان يمكن أن يجاز أو ما يجاز في 24 يناير 2023 أرسل الاتحاد الأفريقي ما يفيد بأن استاذ الهلال يمكنه أن يستقبل المباريات بشرطين الشرط الأول أن تكون المباريات نهارية والشرط الثاني أن تكون هذه المباريات بدون جنبور لماذا؟ لأنه لم يستوف ما يفيد يعني لم يستوف المطلوبات لكن الهلال كان لديه اتصالات مع الاتحاد الأفريقي وكان يعني مدد هذه الفترة وعمل بعض التغييرات ثم رفع عصام شعبان هذه التغييرات التي حدست وأيضا أرسل الاتحاد الأفريقي خطابا آخر كارسي في رأيي الشخصي كده يلا كم نشوف الخطاب طيب ده الخطاب الذي تم إرساله لعصام اللي هو مسؤول المنشآت بالنسبة للكاف واللي موجود في السودان بيقول له دية عصام نحن نقوم بإرسالة المنشآت من الاتحاد الأفريقي للهلالي ستاديم الذي تم إرساله ومشهرات ومشهرات من المنشآت المنشآت طيب هو يقول له عزيزي عصام نحن نؤكد يعني استلامنا لفحوصات جديدة أو تقرير فحص جديد لإستاذ الهلال وفيه أو مرفق معه صور وفيديوهات لمنطقة أو للمنافع أو منطقة المشجعين وبيقصد طبعا المدرجات يعني ثم قرية إرسالة لمنطقة تقرير ثم تحرير ومع تقديرات الكاف نحن نحن نبرك أن المشهرات قرية لا يكون في الواقع مع الواقع وقالات المستقبل للمستقبل مدينة مدينة طيب الكلام البدغال هنا أو اللي قيل في هذه الجملة إنه إحنا نعتذر لأن ننقل إليكم أن التحسينات أو التجديدات التي أقيمت لا تطابق المعايير والنوعية المطلوبة في الاستادات الحديثة لذلك قرار إعتماد على القرار الهلاليس بعدم السماح لأي عدد من الجماهير أو المشجعين في التواجد في أي مباراة تخص الكاف يمكن أن تلعب في أستاذ الهلال و بالتالي الهلالي الهلاليس الهلاليس will be played behind closed door with only limited numbers authorized in the VVIP VP tribunal وعليه فإنه وبناء على ذلك فإن أي مباراة تخص الكاف بتلعب بدون جمهور behind closed doors with only limited number مع الاعتبار لعدد بسيط يحق له الحضور في منطقة ال VVIP وال VIP اللي هي المنطقة بتاعة المقصورة ومنطقة كبار المسؤولين طيب نلاحظ الآتي إنه العبارة أو الفقرة بتعزز قرار الكاف اللي تم اتخاذه في 24 يناير 2023 وهنا أنا بلوم إدارة نادي الهلال في إنها حاولت أن تخفي هذا القرار أو أن تخفف عنه الاعتبار أن تعطي أملا في إنه ممكن يتغير دي النقطة الأولى النقطة التانية والنقطة المهمة إنه هناك حضور لعدد محدود من الجماهير في المنطقة دي والنقطة دي ستفيد الهلال في شكوى الأهل ضده نأنه إذا إذا صح هذا الخطاب بهذا الشكل الذي أقرأه فالعدد غير محدد يعني لو الهلال دخل خمس ألف الكاف لا يستطيع أن يقول له والخمس ألف هذا عدد كبير ولو دخل ألف الكاف لا يستطيع أن يقول إنه هنا في جماهير لم يدخله لا يستطيع يقول له لأنه العدد حسب الجواب ده ربما في خطابات أخرى يكون حدد عدد معين لكن بحسب هذا الخطاب فإن العدد ده الموجود مهما كبر حتى لو الهلال قدر يقعد عشرين ألف في في الحتة ما لا يستطيع يقول له ثلثة ثلاثة كم النقطة الأهم أنه العدد الذي دخل ده دخل ببطاقات بمعرفة مندوب الكاف اللي هو المراقب بتاع المباراة وكان يتم ثقب البطاق سمعنا طبعا حاجات كثيرة جدا في هذا الأمر لكن أنا علي بالظاهر أنا ما شفت وعلي بالظاهر وعلي بالمعلومات الموجودة العبارة الأخيرة تقول أنه هناك عدد محدود limited number لكن هو ما حدد العدد المحدود ده كم يعني ما حدده وحتى لغويا ده limited number is big value يعني variable ما بتقدر تحددها يعني ما بتقدر تقول عشرة ولا مية ولا قمسين ولا مية وقمسين ولا ميتين ولا تلتمية ولا كل يعني ولا المنطقة دي بتشيل كم يعني لو شالت مثلا المنطقة دي نفترض فرضا جدلا بتشيل ثلاثة ألف والهلال دخل ثلاثة ألف هي limited number بالنسبة للإستاذ لأن أنت الإستاذ في الأماكن الأخرى في المدرجات الأخرى لم تشغيره بأي عدد من الناس فدي نقطة تفيد الهلال لكن في نقطة أنا ألوم عليها مجلس إدارة نادي الهلال كل الكلام ده لو يقف فيه الكاف ما كانت في مشكلة الخطورة في الجاي والخطورة ما في استاذ الهلال الخطورة في السودان كل قال كاين نوت دات at the moment the overall stadium standards in سودان is critical طبعا يعني مع احترامي الشخصي لكاتب هذا الخطاب فيه طبعا أخطاء كثيرة جدا جدا فيما يختص بالجانب بتاع النحوي فيه كده يعني فيه أخطاء كثيرة لكن أنا حيتجاوز هذا الخطاب لأنه لم أجد الخطاب الأصلي وهل هذا الخطاب الأصلي ولا لا أنا ما عارف بس أنا أقرأ لك حسب الموجودة لدي طيب once again هو بحذر هنا في أنه كل الاستاذات في السودان موقفة حريج جدا لأنه لا يعني لا تطابق المواصفات العايزة الكافة once again وده الخطرة الكلام الجاي دا هزي خطر once again وابنو أستاذ جديد هو يقول لك ويشير الأستاذ محتاج للمواصفات جميل يبقى كل اللي نحن شعفين أنه جميل دا هم في رأيهم ما صحيح ما جميل أو لا يتناسب مع الكاف كأنه الكاف دي بتتكلم عن استاذات الأمرا في باريس والأنفيلد في ليبربول والاستاذات الموجودة في إسبانيا كأنها بتتكلم على أشياء في الحلم لكن الكلام دا مقصود لذاته عشان الهلال ثاني ما يرجع يتكلم في حاجات زي لتتكلم على السلطات بتاعت الأستاذ تفكر في عمل تغييرات جذرية تجديد تجديد أو تجديد وتحديث ميجر يعني تشيل تتكبه في الزبال وتجيب غيره and refurbishment work of الحلال stadium to ensure that the stadium is permanently approved in the further for كاف competition تكلم على إنه يعني إذا عمدوا الحاجات ممكن نعمل لكم أن إحنا تصديق أو يعني موافقة دائمة على أن يكون الهلال أو استاذ الهلال جاهز لهذه ما وقف كده يعني الكاف تجاوز حتى الأوثاريتز بتاعته ودائري ينصح بقى ناس الهلال نعمل نعمل بقى نعمل بقى نعمل بقى القطة التي تعمل للتحديث عدي بقى بقى تحديث عدد 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 حدث مستخدم خاصة عدد 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 وابيتكلم على أن تحدد هذه المسألة عبر بقى الهلال واضح وبهندسة يعني ديزاين هندسة حديث و يعني أيضا قوالتي بتاع ماتيريالس غير الموجودين وده معناه الإجلاس الموجود عندنا ده كله هتشيله توديه حتة تانية ده يا جماعة إذا صح هذا الكلام معناها ما بنقول إنه مجلس إدارة الهلال ما عمل حاجة لكن عمل حاجة غير مطابقة للمواصفات وعليه فعل فعليه أن يحتمل ما فعل إذا كان هذا الكلام صحيح وإذا كان هذا الخطاب صحيح شكراً قاله إنك انتبعست بهذه النقاط والمذكرات ريغارس تحياتي محمد سيدات هيد أوف بروفيشنال فوتبول ديفولومين ديفيجن طيب يبقى إحنا اللي بناخده من هذا الخطاب شنو نمر واحد إنه كل ما تم لا يطابق المواصفات التي أرسلت كل اللي تم لا من ناحية العدد ولا من ناحية الدزاين التصميمات ولا من ناحية المادة أو النوعية المادة اللي مستخدمة يبقى وهذه مسألة خطيرة جداً لذلك على نادي الهلال أن يحتمل اللعب بدون جمهور لغاية نهاية هذه المنافسة لكن في نفسه وبعدين على فكرة المسألة ما محدودة من مباراة الأهله المسألة محدودة بأي مباراة تقام على هذا الإستاذ أي مباراة تقام على هذا الإستاذ الآن ما ممكن تأطفها جماهير فيبقى علينا أن نحتمل أنه لا وجود أصلاً لجماهير لغاية أقصى مدى ممكن أن يمشي له والهلال إما بالخروج في المجموعات أو بال يعني حتى لو استمر الهلال ليس دور الثمانية أو دور الأربعة أو حتى وصل للنهاية عليه أن يلعب بدون جماهير إذا حيلعب في استاذ الهلال ماشي وأنا أفتكر برضو اللعب في استاذ الهلال أهول طيب أنت ربما ربما تستطيع خلال ستة شهور أو أربعة شهور أو شهارين أو يومين تعمل الإضاءة بتاعتك ربما تتحليك الفرصة بأن تلعب بدون جماهير في حالة أنه يعني تتقدم في المنافس لكن تلعب بالليل بدلا مما تلعب بالنهار لو عملت إضاءة وافقت المواصفات طيب لو أنا في إدارة الهلال سأعمل تعالوا نمشي لقدام كده اكتفينا نحن بال بالكلام الموجود هنا ده وشرحناه زي ما هو أي واحد عايز يشوف الخطاب ده ويمشي يترجمه بالشكل اللي هو عايزه ما في أي إشكالية يعمل الهودايرو فيزا ده الخطاب الموجود إدارة الهلال تعمل شنو تعالوا نشوف القصة طيب لو أنا إدارة نادي الهلال وعايز أستفيد من إستاذ الهلال هسي الآن قبل ما أخذ في يديه هسي أنا موجود في المجموعات عايز يعني أحضر باقي المجموعات أشوف سيحصل شنو أعمل زي العمل الترجي أبحث مع إدارة الكاف على إنه يدخل لي عدد محدود ما أخلي الكاف يقترح أنا أقترح القصة أقول أنا عايز الكاف يعمل ليا خمستاشر ألف إطناشر ألف عاشر ألف عايز الألتراس بس يكونوا موجودين معاي المهم إنه الكاف يديهم عدد محدود أو مدرجات محدودة يعمل زي ما عملوا الباقي حتى الرجاء الليل البيضاوي رغم إنه الإستاذ يعني بشكل عام موافق عليه لكن في جزء من الإستاذ ثلاثة أربعة مدرجات أو مدرجين منع منهم استقبال الجماهير يبقى على الهلال الآن أن يوقف أي عمل موجود باستثناء الإضاءة يبحث مع الإستاذ إنه بوضع الحالدة كم عدد الجماهير اللي ممكن أن يستقبل هذا الأستاذ بوضع الحالدة نأن مسألة الأمن والسلام ما داخل أول شي ما جابوا سيرته يعني الكلام الموجود الآن هنا والرد ما فيه سيرة للأمن والسلام نأن أصلا يعني ما منطقية إنك تمنح الأمن والسلامة لجماهير بتجي في التمهيد وتمنح الاستاذ ذاته في التمهيد وفي التمهيد الثاني ثم ترفض هذا الأمر في حالة المجموعة نأن ما هم نفس الجماهير إذا أصب يتعرض لإمكانية أن يضار في المجموعات يبقى ما في سبب يخليهم يحضروا في التمهيد أو التمهيد الأول يبقى دلوقتي الآن الهلال بشكل الحالدة الاستاذ بشكل الحالدة كيف يمكن أن نستفيد منه بدون أن ندفع قريش واحد زيادة عليه أو نخذ فيه قريش بعد ما الهلال نعرف نهاية رحلة وين مع الكاف هذا الموسم نبدأ ندرس قصة كيف يمكن إعادة الاستاذ الهلال إلى الرخصة الدائمة إنما في الوقت الحالي الوقت ضيق جدا جدا يمكن للهلال أن يكاتب المجموعة صحيح أن شكوى الأهلي ربما تؤثر لكن هذا لا لدي علاقة بالموضوع يمكن جدا للهلال أن يتعامل مع المسألة بشكل أفضل من كذا ويطلب عدد محدود جدا حتى لو 2000 لو ثلاثة لو خمسة لو عشرة الآن بترو أتلاتيكو يدخل 20 ألف قل لهم يا جماعة بالوضع الذي رأيته هذا استاذ الهلال يمكن أن نخسر قروش أن نخسر قروش يعني هذا الهلال لا يدار فلوش لا يدار إمكانات واحدة من مداخيل هذه هي التذكرة بتحت الستاذ كم قل لنا حددوا لنا سبعة ألف عشر ألف اثناشر ألف خمسة ألف الهلال يطلب خمسة عشر ألف اللي يدوه سبعة يدوه تمانية يقعدوا في حتة واحدة إذا يأتي منذوب الاتحاد يختار مدرجات بعين محددة عشان يقدر الهلال يتعامل معه أنا مفتكر إنه ممكن ما في حاجة ما ممكن خاصة مع إنه يمكن السماح بتصوير الاستاذ بشكل جديد إذا جاءت كمان الإضاءة يكون يعني أضافة رونغ جديد وكذا وأنا أفتكر إنه يعني المفهوم بتاع إنه الكافدة حيقيف كذا بس طوالة عايز يعني يقف في حلقة الهلال ده حقه نقاوم هذا الشعور عشان نقدر نستمر يعني الاستاذات ذاتها عمرها ما ما صغير يعني عمرها أكثر من خمسين سنة الآن فدي ما استاذات عملت الليلة عشان تتعمل بمعايير الليلة في عوار لكن هذا العوار يمكن تدارك بشكل أو بآخر وأضعوا بلان وروا هتعملوا شنو يعني بلان الناس دي هتطلع كيف من الاستاذ هتمشي كيف هتجي كيف إحنا محتاجين والله يخل الاستاذ ده بشي لاربعين ألف أدون عشرين ألف ما بلاش عشرين ألف أحسبوا لين الحاجات الموجودة دي يعني ممكن تشيل كم نفر لو كل مثلا المؤاخذة يعني كل ألف في مبولة في ستات دون ستة ألف في اتناشرة دون اتناشر ألف في سبعت عشر دون سبعت عشر ألف وهكذا يعني أنا أفتكر أنه والناس لازم تطلع من القمقم والله إذا يريد مطلوبات نقوم نعمل المطلوبات ما بتحصل الاستاذ الموجود دا والمطلوبات اللي فيه محتاجة اللي هي شغل كبير جدا جدا وشغل على رواقة وما شغل بتاع أمشي يا السجانة جيب المبولات دي وتعال ما كده لازم يكون في شغل بتاع شركات محددة وشركات عندها معرفة وتتعامل معها عشان تتدا كده والمسألة ستكلف ستأخذ الوقت فعشان من تخش في المسألة دي إنت عندك حاجة محددة الآن الاستاذ بشكل الحال ده عندي الجزء الخاص بال في اي بي خلاص أنا عرفت أنه أنا ممكن أستقبل فيه بعض الناس عايد أستقبل عدد آخر موجود باقي الاستاذ باقي الاستاذ بشكل 40 ألف يعني معقول ما أقدر أقنع الكاف بأنه أنا عايز لي فيه 10 ألف هل يحسبوا لي إن شاء الله بأي حاجة يحسبوا لي حساب إنه يا اخا نحن عايزين في كل صف عايزين 10 أشخاص بس يقعدوا في الصف خلاص نحسب بتشيل كم ودونا العدد أنا أفتكر إنه الحركة بهذا الاتجاه أفضل كثير جدا وأنا ده ما معنى إن الناس الهلال ما حاولوا لكن أنا ما عارف هم عملوا شني بس التركيز المرة يجب أن يكون على كذا خاصة إنه تاني ما في مبارا للأهلي يعني خلاص المبارا بتاعة الأهلي حتكون في القاهرة طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله وبالتوفيق لهلال السودان ومريخ السودان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر